وفق السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي النور المبين الصادق الأمين الصادق الوعد المبين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وأما بعد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر ربيع الأول شهر المولد النبوي المعظم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مولد النور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته وأن ينزلنا في دار كرامته وأن يبوئنا الفردوس الأعلى منزلا وصلنا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وآياته العظمى قبل البعثة وكنا سابقا قد تكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعائلته وحتى وصلنا إلى موضوع الولادة والرضاعة تمت مدة الرضاعة وأعادت السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها أعادت رضيعها العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون في كنف جده عبد المطلب مرة أخرى عاد النبي صلى الله عليه وسلم وترك مضارب بني سعد عاد إلى مكة المكرمة كان في طفولته وفي صباه وفي شبابه آيات عظيمة فهو المصطفى المصفى وهو المنتقى المنقى صلوات ربي وسلامه عليه فمن ذلك أن مكة المكرمة أصيبت بقحط شديد بسنة أجدبت فيها الأرض وهزلت فيها المواشي لم يكن فيها مطر فما كان من عبد المطلب إلا أن حمل ابنه الصغير حفيده محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذ يطوف به في الكعبة المشرفة ويستسق الله تعالى به ولم يكن من عادة العرب أن يستسقوا بطفل الرضيع إنما يستسقى بالصالحين والاستسقى موجود يعني موروث من النبوات الأولى بعض العبادات كانت موجودة عند العرب وقت الوثنية كالحج والعمرة نعم غيرت بعض شعائرها لكن الأصل أنها موجودة والهدي والأضاحي كلها كانت موجودة وبأوقاتها لأنها مأخوذة من الشعائر القديمة من الحنيفية الإبراهيمية وكذلك من رسالات الأنبياء الذين بعده فكان من ضمنها إذا أجدبت السماء كانوا يستسقون يصلون الاستسقاء والاستسقاء أن يدعو الله تعالى بالسيقاية إكراما لعبد صالح موجود بينهم يقول يا رب فلان عرش وهو يعبدك وهو عبد صالح فاسقنا لأجله هكذا ونحو هذا فعبد المطلب استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عرف العرب أن يستسقوا بطفلها الطفل لا يعرف بأنه صالح أو غير صالح بالأصل يعني لكن عبد المطلب له شأن مختلف وله نظرة أخرى رأى الآيات المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك استسقى به وكان يقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني أعيذه بالبيت ذي الأركاني فاستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل مطر جعل وديان مكة تجري سيولا وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها نحو من سنتين فقط حتى قال أبو طالب قال فيه شعرا قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتام عصمة للأرامل يعني هذه كلمة عجيبة أيضا من أبي طالب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا كلمة عجيبة قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمام هذه معروفة أبيض شكله أبيض يستسقى الغمام نعم رأوا بأعينهم كيف نزل المطر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الشطر الثاني من البيت عجيب قال ثمال اليتام عصمة للأرامل كأنه قال بأن هذا الصبي عندما يكبر سينقذ المستضعفين والضعفاء والفقراء في الأرض سينقذهم ضرب مثالا باليتام والأرامل لأن اليتيم والأرمل من المعروف أنهم أضعفوا الطبقات ليس عندهم رجل يحميهم أضعفوا طبقات المجتمع ضرب مثالا باليتيم والأرمل طيب ما الذي أدرى أبا طالب بهذا الأمر سبحان الله هذه عائلة عجيبة هذه عائلة عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر نعم أنقذ المستضعفين جاء وقت على الإسلام عندما كان يطبق لم يكن في الأمة كلها فقير حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يأمر الصاحب الزكاة أن يمشي في الأسواق وقل ألا يوجد فقير فنغنيه ألا يوجد من يريد الزواج فنزوجه ألا يوجد مديون فنسد دينه فلا يجدون وأموال الزكاة ملأت بيت المال حتى أمر عمر ببناء بيت مال آخر الغرف ما عادت تسع المال أموال الزكاة هكذا صار الإسلام والآن لو يعود الإسلام يحكم وتؤدى الزكاة بضوابطها الشرعية أيضا يعود الأمر كما كان لا يبقى في الأمة فقير فكيف قال أبو طالب هذا الكلام هذه أيضا من عجائب هذه العائلة المهم استسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب أقرب أعمامه إليه لذلك لما مرض عبد المطلب يعني بعد أن توفيت السيدة آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم بعمر ست سنين بقي بعهدة عبد المطلب جده توفي عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات لاحظوا البلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء وما أوذي نبي مثل ما أوذيتو يتم ويعني ولد بلا أب أبوه مات وهو جنين في مطن أمه ثم بعد ذلك ابتعد عن أمه مسافة بعيدة في الرضاعة ثم عاد إلى أمه فلم يلبث بعد عودته من الرضاعة سوى سنوات قليلة ووفيت أمه بقي في عهدة جده وكان متعلقا بجده عبد المطلب ثم توفي جده عبد المطلب وعمره ثماني سنوات صلى الله عليه وسلم وكان عبد المطلب قبل أن يتوفى عهد به إلى عمه أبي طالب أبو طالب لم يكن من الغنياء كان حاله لأنه ذو عيال ذو عيال كثر لم يكن غنيا ولكن رغم ذلك أحسن تربية ورعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أحسن الرعاية ليس التربية النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى رباه ربه لكن أحسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه على أبنائه وقد أحسنت زوجته فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي ابنة عمه أسد بن هاشم أخو عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت أسد بن هاشم رضي الله عنها التي كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي أحسنت تربية رسوله أحسنت رعاية رسول الله كان إذا عندها طعام قليل تنوم أبناءها وتطعم رسول الله وقد أكرمها الله بالإسلام وأسلمت رضي الله تعالى عنها وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها إكراما لها عموما فعبد المطلب أحسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا توفي وسد الأمر إلى أبي طالب أبو طالب في البداية وسد للنبي صلى الله عليه وسلم عملا مع أبنائه وهو رعاية الغنم رعاية غنم قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم رعيت غنم قريش على قراريط يعني يذكر على أجرة بسيطة لماذا رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لابد أن يرعى الغنم لأنها مهنة الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم لذلك لابد أن يرعى الغنم وقد وجدت قريش من رأي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم العجب العجاب فقد كانت تسمون الغنم التي يرعاها رسول الله أكثر من التي يرعاها غيره وكانت تتكاثر أكثر من المألوف معروف عند العرب الغنم تلد الواحد ونادرا تلد الاثنين وإذا كانت خمسة خلال سنة تكون كذا إذا كانت عشرة خلال سنة تكون كذا أما عند النبي فكانت تكثر أكثر من المألوف وتسمن أكثر من المألوف المرعاة هو المرعاة هو يعني المكان الذي يرعا فيه رسول الله كالذي يرعا فيه غيره المرعاة هو المرعاة فما هذه البركة يريد الله أن يقيم الحجة على قريش عندما يبعث فيهم حتى لا يقولوا هذا كان إنسانا عاديا حتى يعرفوا بأن هذا الإنسان هم خبروهم منذ كان صغيرا إنه ليس إنسانا عاديا فحتى لا تبقى لهم حجة بينه وبين الله ورغم ذلك قريش كانت آخر القبائل إسلاما يعني أقصد أغلبية وإلا بداية الدعوة طبعا هي حملت على أكتاف قريش المهم أبو طالب بعد هذه الآيات الباهرة خاف على ابنه ابن أخيه ابنه خاف على ابنه محمد فجعله يترك الرعي وأخذ يأخذه معه في التجارة أبو طالب كان يعمل بالتجارة بما لديه من مال وذات مرة وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الفتوة كان يعني لم يرد نص صريح بالعمر لكنه كان ما بين عشر سنوات إلى اثنى عشرة سنة أخذه معه أبو طالب في رحلة تجارية إلى الشام الشام هي البقعة الوحيدة في الأرض بعد الحجاز التي تباركت بأقدام النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يخرج من جزيرة العرب إلا للشام فهي الأرض المباركة الوحيدة التي تشرفت بأقدام النبي صلى الله عليه وسلم برحلتين الرحلة الأولى إلى بصرة وهي الآن ضمن محافظة درعة جنوب دمشق والرحلة الثانية إلى بيت المقدس وهو أيضا في الشام في رحلة المعراج طيب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وكانت الشام عبارة عن يهود ونصارى وكان هناك راهب صالح اسمه بحيرة نظر إلى قافلة قريش وإذا به ينظر نظرات عجيبة إلى هذا الفتى الذي يرافق أبا طالب فقال من هذا الفتى قالوا اسمه محمد قال عجيب ما عهدنا العرب تسمي بهذا الاسم قالوا نعم هذا اسمه كان اسم محمد ليس موجودا يعني إلا هو صلى الله عليه وسلم قال أهو من سادة القوم قالوا نعم جده سيد العرب فقال نعم ثم أقام وليمة دعا إليها تجار قريش ذهب تجار قريش وفيهم أبو طالب من؟ الراهب الصالح بحيرة وكان لبحيرة كرامات كرامات وليس مسلم؟ نعم اليهود في زمنهم كانوا صالحين النصارى في زمنهم كذلك هم صالحون الله تعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني يهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلاخف عليهم ولا هم يحزنون لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الرسالات السابقة بعد الإسلام لا يوجد إنسان صالح إلا المسلم هذه وصية موسى ووصية عيسى ليس فقط يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه صالحون وفيهم من لهم كرامات من ضمنهم الراهب الصالح بحيرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم من علامات هو يعرفها أولا بما فتح الله تعالى عليه وثانيا بمعرفته بصفات نبي آخر الزمان والتي قرأوها في كتبهم السماوية أقام دعوة لتجار قريش ذهب التجار نظر بينهم فلم يرى هذا الفتاة فقال لأبي طالب أين الفتاة الذي كان معك قال تركته مع الإبل يعني هذا مكان الكبار وهو صغير قال تركته مع الإبل قال إيت به يرحمك الله فوالله ما دعوتكم إلا لأجله أنتوا كلكم حطيت لكم أكل خاطرة أموا لعيونكم فجئ به ثم قال هل تسمح لي أن أكشف على ظهره قال فيما قال هناك آية أريد أن أراها أريد أن أكشف على ظهره فاستأذن أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم فأذنه فكشف جزءا من ظهره يعني بين الكتفين فقط لا يعني أنه رأى ظهره كله رأى ما تحت الرقب من الخلف يعني ما بين الكتفين وإذا به يرى خاتم النبوة خاتم النبوة شامة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قيل كتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل كتب فيها توجه حيث ما شئت فإنك منصور هناك عبارة قيل أن لونها بيضاء وقيل لونها سوداء يعني على إتحال هي شيء بارز في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع به إلى مكة واخشى عليه من اليهود فإنهم إذا رأوه قتلوه فقال أبو طالب لماذا وإذا ببحيرة يضع يده على رأسه ويقول والذي بعث موسى وعيسى بالحق إن هذا سيد العالمين لا إله إلا الله قال والذي بعث موسى وعيسى بالحق إنه سيد العالمين عرف بحيرة بأن هذا الفتى هو نبي آخر الزمان هو أحب خلق الله إلى الله هو صفوة الله من خلقه هو سيد الأولين والآخرين فقال أبو طالب وكيف عرفته قال والله ما مر بشجر ولا حجر في الشام إلا وسجد له وإن هذه العلامة هي علامة الخاتمية علامة خاتم النبيين خاتم النبوة عجيب كيف رأى بحيرة الأشجار والأحجار تسجد له هذه كرامة له وبحيرة كان عبدا صالحا كان ممن ألهمهم الله تعالى وفتح عليهم بسبب صلاحهم وصدقهم ولهذا أكرم الله بحيرة بأن الدير الذي كان له لا يزال موجودا إلى اليوم في بصرة في مدينة درعا في الشام جنوب دمشق إلى الآن الدير يعني المعبد الصومعة التي كان يتعبد بها بحيرة حفظها الله تعالى فلا تزال قائمة إلى يومنا هذا ومن يذهب إلى بصرة مدينة بصرة لا يزال اسمها إلى الآن هو لا يزال نفسه لا يزال الدير تلك الصومعة التي كان يتعبد بها بحيرة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فقال احذر عليه من الهود فإنهم إذا أدركوا شأنه قتلوه لأنهم يعلمون بأن نبوة آخر الزمان ستنتقل من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل هم يعلمون عز العلم ويدرون عز الدراية فقفل به أبو طالب راجعا إلى مكة المكرمة ولم يتم أمر تجارته لأنما حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية عظيمة من آياته صلوات ربي وسلامه عليه رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومن الإصطفاءات الأخلاقية والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك حرام ولا حلال وكل شيء فعل قبل البعثة تجاوز الله تعالى عنه قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر لم يقسم في حياته بغير الله تعالى في وقت كانت العرب تتبجح بالقسم بأسماء آبائها وأجدادها وبأسماء أو ثانيها اللات والعزة وهبل وما شاكلها من هذه الأسماء ومن الأخلاق العجيبة العظيمة طبعا الله تعالى يقول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الأصل أن يقال إنك ذو خلق عظيم لكن الله تعالى قال إنك وإن تفيد التوكيد ثانيا قال لا لعلى وحرف اللام يفيد التوكيد ثم قال على ولم يقل ذو لم يقل ذو خلق عظيم قال على تفيد الفوقية يعني عندما نقول الورق على المنضدة يعني فوقها فالنبي صلى الله عليه وسلم من الإجحاف أن نقول عنه ذو الخلق العظيم هذا قليل في حقه على خلق عظيم فوق الخلق العظيم وسنضرب لكم مثالا الوفاء بالعهد من الخلق العظيم الوفاء بالعهد خلق عظيم والإخلاف بالوعد خلق ذميم متفقون على ذلك تتفقوا على ذلك الأذواق كلها لكن هناك شيء أعلى من الوفاء بالعهد عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك كان يمشي في طريق ماك وفي ذلك الوقت شاب فتاة كان يمشي في طريق مكة فلقاه أحد أصحابه فسلم عليه كيف حالك يا محمد قال أهلا بك قال عندي معك شغل مأرب لكن انتظرني الآن سأتي إليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظرك ولم يكن قد بعث بعد قال انتظرك ذهب هذا الفتى صديق النبي صلى الله عليه وسلم فنسي الموعد بقي النبي وينتظره الوفاء بالعهد هنا كيف يكون أن ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعني يظهر من خلاله هناه لن يرجع مثلا تغيب الشمس في ذلك الوقت لا يبقى أحد بعد غروب الشمس مع أنه إذا كان في أول النهار طبعا لا يمكن لإنسان حتى لو كان ذا وفاء بالعهد أنه ينتظر من الصباح إلى المساء يعني لا يمكن عرفا ينتظره مدة ييأس فيها من قدومه أو يتبعه ليرى أين ذهب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل نسي لم يرجع جاء في اليوم الثاني هذا الرجل من نفس الطريق فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في اليوم الثاني بنفس الطريق فاعتذر منه قال اعتذر منك يا يا محمد لأني أمس نسيت الموعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فما زلت أنتظرك هنا منذ الأمس لأني قلت لك سأنتظرك يا إلهي والله إن اللسان لا يعجز وإن العقل لا يحتار وإن القلب لا يرضخ على هذا الخلق العظيم بل على ما هو فوق الخلق العظيم حتى صاحب الخلق ينتظر إلى مدة لأنه ينتظر مدة مفتوحة لكنه الذي هو فوق الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه وجبهتي تحتنا عليه الشريف وهذا قبل البعثة مما يدل على أنه مصفى بعناية ورعاية وأخلاق إلهية بعد ذلك هناك آيات تدل على أن هناك تصرفا إلهيا في أخلاق النبي ليس أخلاق هو يفعلها يعني هذا الخلق هو فعله صلى الله عليه وسلم بعناية إلهية لكن هناك أشياء تصرفات ليس له بها دور إنما هو تحريك إلهي لهذا الجسد الشريف كيف؟ ذات مرة جاءت سيول قوية على مكة فيعني جرفت كثيرا من بيوت مكة وكان ضمن ما جرفتها الكعبة المشرفة هدمت الكعبة بالكامل فقررت قريش أن تبني الكعبة والذي تولى بناءها من كل بطن من بطون قريش سيد السادة هم الذين يبنون ليس العوام إلا سدنة البيت من هم سدنة البيت؟ بن عبد مناف ويشمل بن شيبة بن المطلب بن هاشم بن أمية أولئك سادة مكة وسدنتها فأخذوا يبنون الكعبة وكان من ضمن البنات العباس بن عبد المطلب هو ابن سيد العرب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم كان البنات الذين يبنون الكعبة قد كشفوا عن عواتقهم لا يلبسون شيئا يأتزرون ما يغطي العورة فقط أما بطونهم وظهورهم وأكتافهم فمكشوفة بسبب البناء والحار يعني وطين إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مؤتزرا لا يظهر منه شيء كان لا يستطيع فأخذ يحمل ويعدل بردائه وكلما حمل شيئا عدل ردائه فقال له عمه العباس يا محمد اخلع ردائك هذا يعيقك عن العمل ترانا كلنا خالعي أرديتنا فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عمه وهذا من خلقه العالي إنه لا يخالف أمر عمه والعم أب العم والد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخلع النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الرداء فلما ظهر كتفه أغمي عليه وما عاد يعرف شيئا أغمي عليه قلاص لأن هذه عناية إلهية صرف لا علاقة لها بالأخلاق إنما تصرف إلهي بهذا الجسد هذا الجسد ينبغي أن لا تظهر أن لا ظهر ظهره وبطنه وأكتافه أمام الناس بمجرد أن ظهر جزء من كتفيه أغمي عليه وسقر في الأرض صلواته ربي وسلامه عليه فحمله العباس وقد خاف عليه وأخذ يرشق على وجه الماء ولم يفق من الموضوع فلما عدل ردائه وغطى كتفيه أفاق صلى الله عليه وسلم وهذا تصريف وعناية إلهية صرفه صلوات ربي وسلامه عليه وكان من ضمن حياته الأولى أنه كبر وصار عنده شيء من الخبرة التجارية بحكم أنه من عائلة تجارية من عائلة من الأكابر كانت هناك امرأة صالحة معروفة بصدقها وأمانتها تعمل بالتجارة اسمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تاجرة وكانت أرملة وقيل مطلقة في روايات عندها عندها ابنان فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد مكة كلها تشهد بأنك الصادق الأمين وأنك الرجل المبارك ألا تعمل معي بالتجارة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعمل معها بالتجارة مدة فرأت صدقه وأمانته وإخلاصه ورأت البركة العجيبة فليس فقط الصدق والإخلاص إنما رأت البركة العجيبة وكان قد بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة وهي كان عمرها أربعين سنة يعني أكبر منه بخمسة عشر سنة فعرضت عليه الزواج فوافق فتزوجها وكان ذلك الزواج المبارك في تلك الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شيء يحتقره تقرف منه نفسه وهو سجد الناس للأوثان فأراد أن يعرف من الذي خلقه لا يعقل أن تكون هذه الأوثان هي التي خلقت الكون وهي التي تسيره وتدبره فاختار الخلوة في الليل في غار عال يسمى غار حراء في جبل يسمى جبل النور يختلي به وحده يتأمل في ملكوت السماوات والأرض من الذي خلق هذا الخلق عندئذ حدث الحدث الأعظم في تاريخ البشرية من هنا ستبدأ الرحلة الجديدة السيرة النبوية بعد البعثة سيكون لقاؤنا في هذا الأمر غدا إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله أما اليوم فنكتفي بهذا القدر حتى نترك جانبا الركن الفتاوى إذن نكتفي بهذا القدر ونأسو الله تعالى لنا ولكم القبول نأخذه الآن فاصلا نستغله بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله والله جليس من ذكره سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا مكم مرة أخرى إذن وصلنا وإياكم إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم على الهواء مباشرة على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال رسائلكم على بريد البرنامج وعلى منصات التواصل التابعة لقناة الفلوجة ونؤكد كالعادة بأن برنامجنا يبث بثا مباشرا على منصة قناة الفلوجة على الفيسبوك حياكم الله ومرحبا بكم أخت تسأل تقول ما حكم من قال والله على شيء وهو كاذب هل عليه كفارة؟ هذا يسمى اليمين الغموس أن يقسم الإنسان على شيء وهو يتعمد فيه الكذب طبعا اليمين ثلاثة أنواع اليمين اللاغية أن ينطق الإنسان باليمين ولا يقصد اليمين وهذا الذي يحصل كثيرا خاصة عند الأمهات عندما تطارد أبناءها والله لذبحك والله كذا هذا لا يجري مجرى اليمين قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يقصد اليمين ومنه اليمين المنعقدة يقسم على شيء في المستقبل والله سأفعل كذا أو والله لن أفعل كذا ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فهنا الكفارة تكون إذا أقسم على شيء في المستقبل ولم يفعله أما إذا أقسم على شيء في الماضي كذبا أقسم على شيء وهو كاذب يتعمد فيه الكذب هذه تسمى اليمين الغموس وهي من أعظم الكبائر سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والواجب على من قالها أولا أن يتوب إلى الله وأن يستغفره والأمر الثاني أن يدفع الكفارة على رأي الإمام الشافعي أخذا بالأحوط أن يدفع كفارة إطعام عشرة فقراء لكن هذه العشرة فقراء لا يعني دفع الإثم إنما يعني لإسقاط اللفظ الذي قاله أما الإثم فباق يعني يذهب بالتوبة عليهن يتوب إلى الله تعالى من هذه الألفاظ هنا أخ يسأل يقول قلتم بأن جميع الأنبياء عملوا بالرعي ولكن عيسى بن مريم كان نجارا نعم عيسى بن مريم كان نجارا ونوح عليه السلام كان نجارا وداود عليه السلام كان حدادا علمناه صنعة لبوس لكم يصنع الدروع لأنه كان حدادا لكنه أيضا رعوا الغنم رعوا الغنم في البداية ثم بعد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أجرا لكنه رعى الغنم في البداية جميع الأنبياء رعوا الغنم حديث صريح ليس فيه كلام طيب عندنا اتصال الأخت أم أحمد من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الحمد لله بخير الله يحفظكم عسيسي أخذ أسألك من جلد يشتقل بالحلال زين يحصل بالدربة خمسين يحصل بها مية هل هذا يحصل برباء أم أرام هذا بيع وأحل الله البيع وحرم الرباء ولازم يربع خمولي خمولي يبدل الفلوس يعني يشتره بمية وبيعها بمية أكيد يحصل بها لا أختي محرم أقول لك يا أخو أندي سؤال ثاني يصير أقرأ صورة الكهس وألبس جفوف علي الحي طيب والسؤال الثالث يا أخو أصلي صلاة يعمل الليل بثلاثة الحيض ما يقدم الفجر أم هذا يحسب لقيام الليل يعني تنامين قبلها وتبديين منها ثلاثة وراء تصليين مو نعم شيخ تنامين وتقعدين ساعة ثلاثة وتبقين تصليين إلى أن يأذين الفجر مهذا قصدت أي شيخ أصلي الحاج ما يتقلوا أقرأ قرآن صلوا أقرأ قرآن حاج ما هذا الفجر تمام الله يتقبل منك يا رب الله يتقل منك يا شيخ وعند حماية يقفر هو جيراننا طيب عندك سؤال آخر آه يا شيخ جزاك الله أهل الخير رحم الله أهل و جزاكم ربي كله خير بالنسبة للسؤال أول زوجها يعمل بالحلال كلمة الحلال بمصطلح أهل العراق آه يعني المواشي الغنم البقر أو الإبل أو ما شاكل ذلك طيب قبل أن نجيب عندنا اتصال نعم أم أحمد أم أحمد من أربيل تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أمام السلام ورحمة الله وبركاته ممكن ترفع إن صوتي جي شوي يا أختي يا شيخ أمام السلام ورحمة الله وبركاته ما سمعت والله أنا أنا عندي حرارة بوجه زين و ممنوع إني أنا قسور صابون وعندي دهن أستعمل يعني ها طيب 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 يا أخوي صوير يعني بس يتفضليها شيعة تمسح من فوق الدهن أنا عندي حرارة ممنوع من الصابون طيب يعني أنت سألين عن الماء يعني هل الدهن في الوجه يمنع الماء أم لا تمام الآن تسمعين إجابة إن شاء الله يمنع الوضوء يعني أنا عندي حرارة بوجه ممنوع من الصابون واضح السؤال واضح السؤال واضح أختي لكن عندك سؤال آخر يا أخير هذا أخير أي يطرى ممنوع من المأسد وخطى ما أحد يعني مسافلة باشي وما شافع هنا حلال وهو حرام طيب يعني هي ممت حمدش تعني خطى مسافلة حرام نعم نعم طيب شيك وشعر يسعني على عدتين يصير وحدة تروحت تروحة إني هي ممت بحيت وين تروح تروح لنشي طيب وبيت تفصل لهاي مع الحدي يعني واحد خطم مشافت ما عليها شيء ما دام ومتعمدة ما عليها شيء نعم تسمعني إجابة عن باقي أسئلتك إن شاء الله الأخت استبرق من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك دكتور أولا أبارك لك أبارك لك على البرنامج المفيد للمشاهدين بارك الله بيك جزاك ألف خير أني بالسؤال واحد تفضلي فيك بارك الله حول موضوع تعجل الزوجات موضوع تعجل الزوجات يعني هناك من يقول إنه مثل ثلاث وربع بسرط يكون أكو عدل بالموضوع حتى يتوافق شروط الزواج هناك من يقول إنه هو أطلا حرام لذي يكون زوجة واحدة لأنه إذا رتل معدن بين الزوجات فواحدة تكفي فهل هو حلال هل هو حرام شروطة يعني حتى يتحقق يكون يعني متكامل طيب عندك سؤال آخر لا بسؤال أهلا وسهلا لما من بغداد تفضلي لما معنا لما تفضلي أسمعك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير حفظكم الله أرفع صوتك وواطئ جدا شيخ قبل سترة واحد عشرة ولدت طفل طيب واحد عشرة وخمسة عشرة أخذوه من عندي هذا الطفل من أخذه أخذت ريبيتا من عندي طردوني من بيتهم أخذتا من عندي شماتته وزوجك شنو موقفها وزوجي تاني بشغلة يعني مقام محافظة خلاني يمه له من خلاني يمه له صارت هاي المشكلة أطردوني من بيتهم ودبوني بالشارع يمه له آدي جيت له لي وهس سويت عليهم غضايا يعني شون شتووا بعد حوله لا قوة زوجك شنو موقفها الآن زوجك سمع ولا ما سمع أبو الطفل سمع ولا ما سمع يسمع طيب يقول لاني ما أريد زوجتي بعل ما ترجع ويفشر ويغلط على بابه نحول ولا قوات الله بالله العلي العظيم بالله العظيم بس تصروا اللي رضبته وما شفت الأرض قال لعشر تشهر منه اززوجت وذي تزربتني يمه لثلاث تشهر وهاي الثاني مرز طيب أختي نحول ولا قوات الله بالله العلي العظيم استغفر الله نجيب على الأسئلة الأخت التي زوجها يعمل بالمواشي والأغنام وما شاكل ذلك هذا الأمر جائز بالنسبة لموضوع الربح بعض الناس يظنون بأنه لا يجوز الربح فوق النصف لا هذا الأمر ليس صحيحا يجوز الإنسان يربح حتى لو كان ضعفا بشرط أنه لا يبيع بالغبن الفاحش إما استغلالا لأن المشتري لا يعرف الأسعار أو استغلال لقلة الحلال وما شاكل ذلك يعني هذا الأمر قد يكون يستغل بعض الناس فيه لكن إذا هو بشطارته استطاع أن يشتري حاجة رخيصة من مكان وبيعها بمكان ويربح ضعف أو ضعفين أو ثلاثة لكن هذا هو السعر ليس حراما ليس حراما إن شاء الله ولا دخل فيه للربح وسألت قالت هل يجوز أن تلبس القفازات يعني شفوف لأجل أن تقرأ القرآن أيام حيظها لا أختي تجنبي هذا الأمر في الحيظ على رأي الإمام مالك يجوز للمرأة أن تتلفظ بالقرآن الكريم أن تتلفظ بالقرآن الكريم باللفظ لكن كيف تقرأ يمكنك أن تقرأ بالموبايل بالهاتف أو أن تقلبي أوراق المصحف بعود أو بقلم أو بشيء آخر أما أن تمسكيه وأنت حائض حتى لو كنت بالقفازات تجنبي هذا الأمر لتبقى للمصحف الشريف جلالته لكن يمكنك إذا كنت حائضا أن تقرأ القرآن بوسطة الموبايل نعم وذكرت بأنها تنام وتستيقظ عند الساعة الثالثة لتصلي صلاة الليل نعم هذا تهجد وهذا من أفضل العبادات وتقبل الله منك وإذا صليتي من الثالثة إلى صلاة الفجر نعم هذا قيام وتهجد بارك الله فيك وتقبل الله منك ولا تحريمنا من الدعاء وذكرت بأن حماها يكفر يسب الله تعالى أو يسب الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا العمل ردة وخروج من الإسلام وصاحبه مخلد في النار وهو شر من اليهود ومن النصارى مخلد في النار لا يخرج منها لأنه كافر ليس مسلما فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وإذا تاب عليه أن ينطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليدخل في الإسلام من جديد أما إذا أصر وبقي بهذا حتى الموت فهو مرتد والعياذ بالله لا يقبل الله منه أي عمل أخت سألت عن أن عندها مرضا جلديا وتدهن وجهها ويمنع عليها الصابون وما شاكل ذلك أولا هناك المراهم وهناك الدهون بعض الأشياء يمتصها الجلد بحيث إذا لمسنا هكذا لا نجد شيئا الجلد يمتصها هذه ليس فيها مشكلة يتوضع فيها الإنسان ولا إشكال عليه أما الدهن الذي يبقى فهذا الدهن بلا شك يعتبر حائلا يمنع عنها الوضوء فعليك أختي أن تدهني في الأوقات التي ليس فيها صلاة وأن تجمعي في الصلاة يعني جمعا فنيا كيف ذلك تصلينا صلاة الظهر في آخر وقتها يعني قبل ما يأذن العصر فدب ربع ساعة صلين تكونين غاصلة وجيتش يعني نظامي وإذا كان الصابون ممنوع عليك مثلا امسحيه بواسطة منديل أو شيء آخر المهم يمسح الدهن توضعي صلي الظهر في آخر وقتها ربع ساعة رح يأذن العصر صلي العصر وبعد ذلك كذلك يدهني وجهك أو صلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها يعني يكون تقريبا جمع وضعيه وسيبقى في وجهك إلى نهاية الفجر وإلا في الدهن مانع الدهن مانع من الوضوء وذكرت بأن هناك مرأة معتدة رأت رجلا بغير عمد ليس عليها شيء ليس عليها شيء لا إثم ولا شيء آخر هل يجوز الحج على من لم يضحي؟ نعم هذه عبادة وهذه عبادة لا علاقة لها يجوز الحج لمن لم يضحي والأضحية على رأي جمهور العلماء هي سنة ليست فرضا أصلا طيب الأخت التي سألت عن تعدد الزوجات ما حكمه تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات لسنا نحن الذين يحكم فيه الله تعالى هو الذي حكم فيه يجوز للرجل أن يجمع بين أربع زوجات لكن هذا مشترط بأن يعدل بين النساء جميعا العدل في المسكن فلا يجوز أن يسكن الزوجتين بمسكن واحد إلا برضاهما وأن يكون الرضا من طيب قلب وخاطر وليس بالإكراه ولا بالإجبار ولا بالتهديد مو يقوله لو ترضي لو طالقيتش لا الشرع لا يقبل بهذا هذا ليس عادل لأن هذا ظالم يحرم عليه التعدد أولا ثانيا العدل في المعاشرة سواء كانت المعاشرة الجنسية أو المعاشرة بالمعاملة العدل بالمعاشرة والمعاملة يعني يتكلم مع هذه بلطافة مع تلك بلطافة أيضا لا أنه يأتي إلى الكبيرة مثلا بوجه وعيون شزرة ويأتي إلى تلك يعني يأتي على هذه كالأسل ويأتي على تلك كالحمامة لا هذا الأمر لا يجوز وكذلك العدل في النفقة لا أن يشتري لهذه ثوبا غاليا ولا هذه ثوبا رخيصا هذا حرام من كان لا يملك العدالة في ماله أو العدالة في خلقه وفي تصرفاته هذا لا يحل له تعدد الزوجات فالله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لم يقل فإن لم تعدلوا مجرد الخوف من عدم العدالة واحد يقول رح الزوج بس والله ما أدرموه ضامن نفسي لا ميصر حرام أخويا إذا لم تكن ضامن نفسك إذا كنت خائفا من العدالة فأنت يحرم عليك تعدد الزوجات يحرم عليك تعدد الزوجات أما من ضمن العدالة في كل هذه الأمور فتعدد الزوجات له حلال الأخت المسكينة التي بعد أن ولدت أخذوا منها طفلها وطردوها نعم أختي حق لك أن تفعلي أي شيء لاسترداد طفلك أنت أحق بالحضانة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الحضانة للأم ليس للأب ولا لأهل الأب قضى بأن الحضانة للأم إلا إذا تزوجت قال هو لك إلا أن تنكحي وإذا تزوجت الأم لمن تذهب الحضانة لا يرجع إلى الأب يذهب إلى أمها إلى أم الأم إلى جدة الطفل لا يذهب إلى أهلها لكن إذا لم تكن جدة الأم موجودة عندئذ إلى أم الأب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إذا استطعت بأي طريقة ولو بواسطة القضاء طبعا القضاء في هذا المسألة الشرعي والحمد الله إذا ذهبت إلى القاضي فسيجبر أهل زوجك أن يرجع لك الطفل سيجبرهم نعم طيب نرجع إلى سئلة الأخوة الأخ عبد الله العراقي يقول بنت عمتي متزوجة وعندها أطفال وزوجها يعمل ويعطيها أموال عمله ويعطيها راتبه أيضا وهي يعني تدخرها ولم يسألها فتقول له لا يوجد هي تقول له لا يوجد هو يصرف بدون حرص وهي تعطيه وهو يعلم أنه عندها الفلوس وهي تدخر هنا للحاجة وتنفق على أطفالها وعلى البيت بدون علمه لكنه لا يحاسبها هل هذا حلال أو حرام سؤال ثاني رضعت ابن الحمى لكن هو بالأصل محرم على أبنائها لاحظي أختي أو لاحظ أخي عذرا بالنسبة للمرأة التي تدخر من أموال زوجها وقال بأن يصرف بدون حرص بعض الرجال مبذرون فالزوجة تكون أحرص من الرجل فيعطيها المصرف تدخر بعضه احنا نقول الظمة تدخر بعضه وتنفق بعضه على العيال هل هذا يجوز نعم يجوز لكن لا يجوز أن تأخذ لنفسها فقط إذا كانت دخارا للعائلة لحاجة قد تطرى المريض لا سمح الله أو شيء آخر أو تنفق على عيالها نعم هذا أفضل الادخارة من التبذير إذا كانت المرأة تعرف زوجها مبذرا فلا تأثم إذا اتدخرت نعم تقول رضاعة ابن الحمى هل هو محرم على أبنائها يقول هو محرم على أبنائها بالأصل ابن الحمى محرم على الأبناء يصير ابن عمهم أو بنت عمهم فإذا المرأة رضعت ابن حميها يعني ابن عم أطفالها هذا صار أخا لهم لا يجوز أن يتزوج واحدة من بناتها وإذا رضعت بنت حميها فلا يجوز أن يتزوجها واحد من أبنائها اللبن محرم هذه المرأة صارت أما لهذا الطفل وكل أبنائها محارموا عليه ولا يحلون له بالزواج نعم الأخ عبد الله العراقي ذكر بأن والدته متوفات رحمه الله رحمها الله هل يجوز أن أعتمر نيابة عنها بعض الناس يقولون لا يجوز إلا أن تعتمر لنفسك في البداية نعم يجب أن تعتمر لنفسك ثم تعتمر لأمك لكن يمكن أن تفعلها برحلة واحدة يعني العمرة كم تستغرقها العمرة لا ساعة ساعتين ليس أكثر يمكن للإنسان أن يعمل أكثر من عمرة بيوم واحد تذهب العمرة ليست كالحج تستغرق أياما تحرم من أدنى الحلوة ومسجد عائشة في منطقة التنعيم بأطراف مكة الآن ضمن العمران هي ضمن مكة طبعا بسيارة تذهب وترجع دقائق تطوف حول الكعبة سبعة أشواط تسعى بين الصفة والمرة وسبعة أشواط وتقصر يعني تقطع شعرا من رأسك انتهت العمرة فإذا رجعت مرة أخرى إلى مزيد عائشة وأنت بإحرامك تعمل عمرة أخرى ليس فيها خاصة إذا كنت شابا يعني ليس في ذلك مشكلة فأول عمرة جعلها لنفسك إذا لم تكن معتمرا وبعد ذلك أدي عن أمك ما تشاء من العمرات نعم ومن المبراس من صلاح الدين تفضلي اتصال السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت سؤال شيخ أنا عندي فلوس زين وورق نعم وتقرأ تأخذهن زوج أختي وكان الورق 119 وهذا سعينا 123 واشنوع إذا يرجح اللي يهم علي يعني فأرجع من عدهن تداين مني شوراق يرجع لشياء ورق طيب ينطيك ورق وريد ورق خلص ما يصير لا يجوز أن ينقص منها شيئا ما يصير ينقص منها أي شيء لأنه هو الورق زاد ولا نقص افترض أن نقص انتهم ما لش رقك تأخذه منها انطيك ورق تأخذه منها ورق وإذا أراد يرجع لشياء العراقي يرجحهم بوقت الإرجاع مو بوقت ما سلمها منيش مثلا خلنا نقول أخذ منيش 10 ورق انطيك هي كانت الورقة ب125 ألف 10 ورق مليون وربع تمام مليون وربع الآن ب129 يعني الآن بمليون وميتين وتسعين ألف إما يرجع لشياء عشر ورق أو يرجع لشياء مليون وميتين وتسعين بسعر الوقت الإرجاع مو بوقت الأخذ يصير ربع عليها خلي اتقي الله آه لنتظر أنطيك ورق أريد ورق هذا ما دام اتفاقتهم من البداية اتفاق سيد المواقف الاتفاق شريعة المتعاقدين ما لحق نقص لشياء يرجع لشياء ورق حتى لو عسى ما صير الورقة ب200 حيان وعنت سؤال آخر آآ نايع قعايدة آآ أبوها و أمها دواعش و أم ينطيتهم فترة أخصوهم حلال له حرام إذا أمها و أبوها هي شون ذنبها يعني حلال 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 وشون يكلمت تطابق السماء ويا الأرض كل واحد ما يزعل يقول له تطابق السماء ويا الأرض ما فيهمت السؤال الأخير من بشر يزعل نوبات ينقى حر ها هذا المثل ما عرضي إذا لو تطابق السماء ويا الأرض طيب طيب عندك شوال آخر أهلا وسهلا أم مصطفى من بغداد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك دكتور الحمد لله بخصوص العدة الشرعية عندي عمتي توفى زوجها قبل شهر الله يرحمها فهي أمرها كبير يعني كبيرة بالأمر ورعتها أمراض مزمنة فش ده يقول لها يقول لها أنت عشن لازم أعدي يعني أنت مارة كبيرة وهذا عمرك يعني سبيح فشنو الحمد لله بالله العليا ما شوفت لك سؤال آخر ديانو دكتور يقولوا يعني المارة الحامل وزوجها توفى يقولوا لها يعني سأنا شيخي يقول إذا يعني لعدة مالتها تخلص بولادتها يعني صحيح هذا الشي نعم صحيح صحيح شكرا سهلا بالنسبة البثل الذي يقول لو تنطبق السماع على الأرض يعني هذه من الأمثال القبيحة لا نقول عنها حرام لأنها وإن كانت كأنما المقصود لتقوم القيامة لأن السماء لا تنطبق على الأرض إلا بيوم القيامة فمن قال هذا الأمر يعني كأنما يقول حتى لو تكون يوم القيامة أنا لا أفعل هذا الأمر يعني من الكلمات القبيحة تجنبه أفضل مسألة العدة يعني بعض الجهلة يقولون للمرأة الكبيرة لا حاجة لك للعدة وأنت مريضة وتحتاجين الطبيب يعني لو سكت الجاهلون لقل الخلاف كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تجيب العدة حتى لو كان عمر المرأة أكثر من مئة سنة العدة واجبة العدة لا علاقة لها بالعمر إن كان عمرها عشر سنوات أو كان عمرها مئة سنة لا فرق العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لكن إن كانت مريضة وتحتاج إلى طبيب بحيث إذا لم تذهب للطبيب تتأذى فلتذهب إلى الطبيب وهي معتدة تكون محتشمة ومحجبة وغالبا طبعا بلا شك النساء بهذا العمر محجبات تأذى بمحجبة وتتكلم مع الطبيب يجوز أن تتكلم مع الطبيب بما يتعلق بأمور المرض والعلاج فقط يا خمور رح تقول لك شوان صحي شوان الأهل إن شاء الله بخير تقول لان مريضة أشكو من كذا وكذا ما بي مشكلة وهي معتدة فالهذا الأمر ترجع إلى البيت تتم عدتها لا يجوز يا إخوان اتقوا الله الفتوى محسوبة على صاحبها اللي يقول هل مر أنت عايش تعتدين عبالة عبالة هذا الأمر هين ارتكب إثما عظيما عند الله لأنه ضاد الله تعالى في حكمه بالنسبة لعدة الحامل نعم قال تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعنا حمله عدة الحامل قد تكون أطول من عدة غيرها وقد تكون أقل كيف ذلك امرأة مات زوجها وهي حامل ولدت في اليوم الثاني انتهت عدتها ومرأة أخرى مات زوجها في أول شهر بالحمل تستمر عدتها تسعة أشهر حتى تضع حملها طيب هنا عندنا سؤال الأخت أمل تقول أمي حلفت ألا تذهب لمكان محدد لكن والدي أجبرها أن تذهب وهي لا تريد أن تذهب لكنها ذهبت فما كفرتها الحلف بما أنها قاتل لن أذهب وأجبرها زوجها هنا الأفضل أن تحنث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقسم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير بما أن زوجها يعني له عليها حق الطاعة فلتطيحه ولتذهب ولكن عليها الكفارة الكفارة إطعام عشرة فقراء نعم أخذ ترجو عدم ذكر اسمها تمام تقول الدكتورة النسائية كتبت لي علاجات داخلية وبما فيها دهن هل يجوز عندما أتداوى في الوضوء أو أصلي أم يجب الاستحمام كاملا ثم أصلي لا أختي لا يعني لا يجب عليك أن يعني حتى لو كانت هناك لا حياة في الدين دهونات داخلية تضعها المرأة في المناطق الحساسة في السوء في العورة المغلضة تدهن ذلك المكان بسبب أمراض ليس عليك الغسل يا أختي عليك الوضوء فقط طيب يعني تطلب من المستمعين الدعاء لابنها لأنه في الطالب أسل الله تعالى يسرى له النجاح الأخ وليد الجوراني يقول هل يجوز أن أختم القرآن وأهديه لوالدتي لأنها لا تستطيع القراءة ونظرها قليل نعم يجوز وأنت مأجور وبارك الله فيك وتقبل الله منك هل يجوز أن أهدي للميت الأخ ريحان ربيع يقول هل يجوز أن أهدي للميت صلاة الليل نعم بصورة عامة النوافل السنن يجوز إهداؤها للأموات السنن أما الفرائض فلا يجوز إذن يعني ختاما الأخ يسأل عن الزكاة بالنسبة للدولار أو الدينار العراقي نفس الشيء 2.5% هل عند ميت ورقة يعني دفتر علي ورقتين ونص هل عند ميت ألف ألفين ونص هل عند مليون دينار خمسة وعشرين ألف وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم لأن الوقت قد انتهى تقبل الله من نومكم صالح الأعمال لا تحرمنا من دعائكم وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصعب يجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة